إذا نفتحكم مشاهدين الكرام لفنا للنقاش حراك شعبي سلمي بوادر وعي سياسي في المجتمع الجزائري وسيرات سلمية تنازلات السلطة تصطدم بسقف المطالب الشباب يقود الحراك الشعبي نحو ميلاد جيل جديد من القادة كل هذا واكثر مع ضيفتي أستاذ نبيل بن يحيى بن فرحات أستاذة علوم السياسية وعلاقات دولية وأيضا الأستاذة مليكة زيناتة خصائية في الأخصائية نفسانية إذن صباحك سعيد سيدة نبيل بن يحيى صباحك سعيد إن شاء الله جميل صباحك سعيد سيدة مليكة زيناتة صباح الخير صباح الخير عليكم شكرا لقبولكم الدعوة ربما في البداية أبدأ معك أستاذة نبيل بن يحيى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية ربما نحن نتحدث عن بوادر وعي سياسي في المجتمع الجزائري من خلال الحراك الأخير من خلال الحراك السلمي من خلال درجة الوعي التي لمسناها في الشارع الجزائري لمسناها لدى الشاب الجزائري الذي ربما خالف عديد من التوقعات لأنه في السابق كنا نتحدث عن استقالة سياسية من طرف الشارع الجزائري ومن طرف الشاب الجزائري شكرا على الاستضافة وبعد بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحراك أثبت أن الشعب الجزائري وصل إلى درجة راقية جدا من الوعي السياسي في بثه لمطالب مشروعة جدا وكان هذا الحراك ثمنه العام والخاص وعندما أقول عام والخاص حتى بالنسبة للدول الخاصة الغربية وكذلك حتى الدول العربية يعني لم يكن أحد يتوقع مثل أن يكون هذا الحراك في تنظيمه وفي سلميته وفي رقيه وبمطالب تقريبا كلها متصلة في نقطة معينة يجب أن يكون تغيير جذري لهذه المنظومة السياسية المتالكة التي لم تستطع في يوم من الأيام أن تستجيب لما يريده هذا الشعب في النقطة المحورية وهو العيش الكريم يعني هذا الشعب ماذا يريد؟ يعني يريد فقط أن تكون القطاعات المجهزة بإطارات تقريبا كلها خريجية جامعات حتى أقصد الوزرات وكذلك المدراء لكنهم لم يستطعوا أن يصلوا إلى ما يطمحوا إلى هذا الشعب يعني اليوم فيه قطيعة قوية جدا بين الحاكم والمحكوم وهذه النقطة خطيرة جدا عندما تنعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم هنا تصبح المطالب لا تصل إلى السلطة السياسية والسلطة السياسية لا تفهم تلك المطالب ونحن نعلم عندما تصل هذه القطيعة يعني لماذا هذا الخروج؟ لماذا الشارع أو لماذا الشعب الجزائري خرج بهذه القوة؟ يعني من 48 ولاية جزائرية كلهم اتفقوا أن يكون هذا الحراك في نقطة معينة أو في أرضية معينة إذن لابد أن نجيب لأن الثقة أصبحت معدومة بين السلطة السياسية وبين المجتمع المدني إذن على السلطة السياسية أن تجهز نفسها في كيفية استعادة هذه الثقة التي تنحت نتيجة سلوكات سياسية ونتيجة ممارسات كانت فيها استفزاز لهذا الشعب لسنوات طويلة وعديدة كان المراد منها فقط أن يكون هذا الشعب يعيش عيشة كريمة من خلال تحقيق دولة الحق وهنا أسر على كلمة دولة الحق أكثر من دولة القانون لأن القوانين موجودة عندنا بكثافة وفي كل مجالات القطعة أو في كل قطعات الحياة لكن لابد أن نرأي هذه الكلمة وهو تحقيق دولة الحق عندما تتحقق دولة الحق كن متأكد سيدي أن الثقة سترجع بين الحاكم والوحكم وكلنا نبني هذا المجتمع سأعود إليك فيما يخص قطية الثقة لأنها نقطة مهمة جدا سيدتي الكريمة أثرتها وفي العديد من الأطراف علينا أن نشركهم في هذا النقاش فيما يخص هذه النقطة بدرجة الأولى قضية الثقة ربما أتوجه إليك سيدة مليكة زينات الخصائية النفسية أنت أكيد عندك احتكاء كبير خاصة بالشباب الجزائري خلت لما تقوم يعني بعديد المحاضرات فيما يخص المجال النفسي والاجتماعي أيضا في مختلف الولايات أيضا ربما كيف ترين أنت هذه النقطة من جهة نظر خصائية سواء في المجال النفسي وحدة التي تحدثنا عن المجال المالاجتماع أيضا فيما يخص قضية الوعي السياسي اليوم الذي أصبح الوعي السياسي الذي تمسناه في الشارع الجزائري الأستاذة نبيلة بنيحي تحدثت عن هو موجود اليوم بين السلطة وبين الشعب ربما صنعت هذا الغياب السياسي في فترة مضت ولكن اليوم الشارع الجزائري أعاد واستفاق من جديد وقال بأن أنا أملك وعي السياسي وسأبرهن على ذلك بطريقة سلمية وحضارية طبعا أوافق الأستاذة يعني وش قالت على مسألة التقاء ومسألة العلاقة أجل تحدثت عن هو مطلع التقاء في المطلع التي تحدثت عنه في المطلع أستطيع أن تحدثت في المطلعات؟ لا يمكن أن تحدثي في قائل لذلك أعود أن يتحدث عن المعادي لما نشوفوا الشعب اللي هدار وتكلم وحب يفهمهم بل رانا واعين c'est vrai que peut-être qu'en 62 يوجد دي اللي تغيير مي مانو يوجد دي للفابات يوجد دي جميعات اللي جميعات يمع مراب بل شباب تو عنا القارين عنا كما قال دي professeur à l'université c'est دي دوكتور دي تاي c'est دي gron professeur qui sonthapsived لكن لما Makh المطالب ماشي مسموع وين أنا رايحين بيها دونdz هادي يلي تر culturally عن世 السلطاويين tabo عنا غلاء تحليا ولا تحليه كما قلوه مرض العظامة ولا تمام لك خاصة حتى يعني ما نروحوش كما قلوك الوزارة إلى آخرين بونا جونا با بارلي بوليتيك تخو مي يهي اي شوزة رابلي حتى لبريزيدان لا بيسي ما يسمعش الشعب التاعه اللي حطوه كواسيت ما بين صريح ، للي حالة ويهينا نروحون بيها ويهينا نقول لك باللي الشابب كانوا يوحينوا للمنزية ولي صدقوا با حلق عندما نصلنا لك للمنزية وقاموا بإطارة وقاموا بإطارة للمنزيح انتعاماً ذهب في الأنزية وقد كانت جدًا فاقوه ذهب الوزارة لكن يقولوا يعني على حساب ما نسمع الشباب تواعنا اللي كي وصلوا باللي خلاص حقنا العهدة الخامسة يعني سيد الرئيس مريض جدا الى اخرين فهدي خلينا نقولوه سيبون سيبون خلاص لحان الوقت اننا يكون السلطة للشعب والشعب راوي كما قالت الاسداد راوي ما يوش يحوس على السلطة لانه كما قولك يحوس على التقى يحوس على دولة القانون يحوس على دولة اللي تسمع لوا اللي تلبي ما طالبوا اي بي اونا ام بي تخيريش يفو لدير يلو رابلي وعليش انتايا تدي كل املاك وتحرم الشعب تاعك علش يبا ديك العلاقة متواسطة علش مكاش هدك كما قال انشانج دي انشانج د كما قال في العلاقة ويحوس على دولة اللي تخيريش يحوس على المطالب بتاعه يحوس بطريقة سلمية اللي وراء العالم كامل بليلي على وطخ جميل سأهد إليك سيدة مليكة زينة سيدة نبيلة بن يحي ربما نعود ونثير قضية الثقة التي كنت تتحدثين عليها الثقة الغير موجودة ربما بين السلطة والشارع ربما أنا من وجهة نظري لن ألوم فقط السلطة في هذه النقطة ربما هناك انعدام للثقة هناك هو بين السلطة والشعب بين المعارضة أيضا والشعب بين المولاة والشارع هناك أيضا انعدام ثقة وهو أيضا بين حتى المجتمع المدني والشارع ربما صحيح مسئولية ربما كل مسئول في هذه النقطة ربما لو نركز قضية حول المجتمع المدني أنه أقرب إلى الشارع الجزائري من السلطة ويعتبر وسيط بينهما تفعيل قضية المجتمع المدني في كل هذا يعني شكرا سؤال مهم جدا لكن قبل أن أجيب بالمناسبة بما أنه اليوم هو 19 مارس عيد النصر أهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة التي هي فعلا رمز وطني كبير جدا نحيي به كل الشعب الجزائري وكذلك نجعله إن شاء الله تفاؤلا بما نسمي بعيد النصر إن شاء الله ننتصر ونبني هذه الثقة بين كل مؤسساتنا هذه نقطة واحد إذن سيدتي الكريمة أو سيدة نبيلة بن يحي ربما نعود لنواصل فيما كنت تتحدثين فيه فيما يخص قضية عدم الثقة ثم نعود لنعلق حول ما قاله سيرجي لافروف في كلمتي فيما يخص رفض موسكو للتدخل في شؤون داخلية للجزائر وحذرت أيضا من أي محاولة لربما زعزعت هذا الحراك السني فيما يخص قضية الثقة اليوم ودور المجتمع المدني في الوعي السياسي لدى الشارع الجزائر لأنه همزة توصل بين السلطة والشارع شكرا قلتك سابقا سؤال مهم جدا فعلا أزمة الثقة هذه هي الإشكالية المحورية في كل مشاكلنا والحلول هي موجودة عندما نصل إلى نقطة إعادة تركيب هذه الثقة ستحل كل المشاكل لكن من الذي كان سببا في وجود هذا العدم الثقة وكما أشرت أن هناك شبكة من التواصل العديدة داخل المجتمع من أجل أن تصل هذه المطالب إلى السلطة السياسية من خلال أحزاب السياسية من خلال حركات الجمعوية لكن يبدو أن أحزاب السياسية هذه تورطت في منظومتها أو في برامجها السياسية أصبحت تبحث عن أهم نقطة التي أسس من أجل هذا الحسب وهذا درسنا في علم السياسة هو الهدف رقم واحد للوصول إلى السلطة لكن قبل أن تصل إلى السلطة يجب أن تجعل لنفسك مناخ لكسب الثقة ومن أجل كذلك رعاية مطالب وفهم مطالب وما كانت تبحث عن الانتصار السياسي وأهملت الانتصار الشعب وهذا صعب جدا حتى أنك تصل إلى نقطة أنك تصل إلى هذا النوع ما إن كان فيه انتصار سياسي أنا لحد الساعة لم أجد هذا الانتصار السياسي لا أقول أن تبحث عن الانتصار السياسي والانتصار السياسي يكون من خلال ضم هذه الفئات الاجتماعية نفس الشيء بالنسبة للحركات الجمعوية ولكن حان الوقت هذا الحراك أعطى قفزة أو أعطى تنبيه إلى هذه الأحزاب السياسية كانت كبيرة أو صغيرة أن تراجع منظومتها وبرامجها في الرجوع إلى الشارع الجزائري في الرجوع إلى الأصل وهو الشعب الجزائري من أجل أن يكون لها ضمانة سياسية وحراك سياسي داخل هذه المجتمعات يعني المنخرطين داخل الحزب لا يستطيع لا يلبون هذه الرؤية السياسية بقدر ما أن يكون هذا المنخرط داخل أو أن يكون داخل هذه الأوساط الشعبية المشكلة أن تقريبا كل الأحزاب السياسية تنظر إلى وعاء السياسي من خلال المنخرطين دون أن تنظر إلى الشعب إذن هذه ثقة مؤسسة لمنظومة متكاملة وليس فقط في جزئيتها التي فشلت بطريقة وبأخرى سأعودي لك سادة نبي لابني